ترقب وعشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي من مصرح الإذاعة المغربية فرقة التمثيل تقدم اللهم اجعلني مستأنسا بالوحدة عن جلساء السوق واجعلني تقيا ولمغفرتك ساعيا وبعطائك راضيا جارات أبي موسى جارات أبي موسى مسلسل الإنسان في حلقات عن قصة الأديب الأستاذ أحمد توفي اقتباس وحوار محمد أحمد البصري إخراج الهشم بن عمر الحلقة الثالثة والعشرون وأخيرا أخيرا جاءتك فرصتك الذهبية يجرمه فإن لم تقتنسها الآن فقد تضيع عليك وإلى الأهد أبدا هذا لن أسمح به أبدا لن أسريح أو يهن ألي بال حتى أحقق كل طموحي في الاستئفار بقرسة نفوذ وقعه المسلسل من سلسلات الإداعية لا بد من ترقيعي على الهامات وجعلهم ينفذون أواملي وهم خائفون فلن يفل الحديد إلا الحديد ولن يخضع الرقاب العنيدة إلا المال والسلطة والإغراء والأرهيب على هذا جبلت على هذا المنهج أسير وكل صفقة أحسب لها ألف حساب ربا أو خسارة إلى متى ستظلين على هذا الحال لن أستطيع عليه صبر كان إنسانا رائعا بفضائله بكرمه بحبه الفائق لكل وصف بإحسانه لكل محتاج فكيف تغضر بها الأيام وتخطفه مني وأنا أحوج ما أكون إليه الجوراء مات أتفهمين يا سادجة مات وانتهى أمره ولم تبق لك منه سوى ذكريات باهتة جلها لا يرقى إلى كل هذا الحزن والألم أرجوك يا زيدة أرجوك لا تزيد للطين بلا ولخرق التساعة لم يكن زوجا فقط بالنسبة إليه أعرف البقية يا أخيه كان لك بمتابة الأبي الحنون والراعي الوفي والصديق المخلص جميع هذه الصفات تنطبق عليه ولكنه قطعا لم يكن الزوج والحبيب وأظنك أدركت ما أرمي إليه يا كم أنت قاسية ألا تذكرين الموت بالخير أذكريه أنت بالخير هذا شأنك لكن سأدافع عنك رغم أنفك دعيني أشرح نيابة عنك قصوةه وأنانيته وجبروته لتسيقذي من غفوتك يا بلهاء كفا كفا كان يطمح دائما أن يظل في عين النساء ذلك الرجل الفحل الكامل القوة فاقتنصك بماله ومركزه ليضعك دمية في قفص من ذهب وأنت في عمر حفيداته أليس هذا بظلم شنيع في حقك وحق شبابك عليك وما شأنك أنت إذا كنت أنا قد رديت وقبلته زوجا لا تكذب على نفسك فما أتعث أعماقك حرمك من الأموم التي هي مطمح كل أنت وجمد عواطفك الملتهبة بصقيع شيخوخته المتهالكة بكل أنانية وقصوة مكتفية بالمظاهر الخداعة والسعادة المزيفة على حساب رغباتك كمرأة لأن فاقد الشيء لا يعطيه فما كان يقدر على إعطائك شيئا هو لا يملكه يا لك من قاسية وكنت تظهرين له الطاعة والوفاء فيالي من بلهاء حقا كنت أقوم بواجب أتقاض عنه تمنا فلم أكن لا منافقة ولا خائنة أقوم بما يمليه علي ضميري بالصدق والنزاهة يا عزيزتي أنت ما زلت فتاة غضة نقية السريرة وأمامك مستقبل عريض كثير المباهج والعطاء فاحضري أن تقع في غلطة أخرى تلازمك متاعبها كظلك دعيها تملي علي سطورها تلك الصحيفة صحيفتي فهل يغني حذر عن قذر؟ كيف يطلبون منا أن نلبس أحسن ما نملك ونظهر الفرحة والسرور ونشارك أهل القصر بالتعبير عن سعادتنا وكل واحدة من هؤلاء النسوة إما فقدت زوجاً أو أباً أو أخاً في تلك النكسة التي حلت بأسطول السلطان أتبحثين عن حتفك بظلفك؟ لا بد من تنفيذ الأوامر ليس من المنطق أن يحتفل السلطان الجديد باعتلائه العرش وسط آهات الثكالة والأرامل واليتيمات وهن يغسلن وجههن بالدموع وماذا يريدون منا؟ فليدعونا وشأننا وما يدريك قد يعودوننا بعطاء نضمد به الجرحة إلى حين انظري انظري إلى باب القصر أترين ما أرى؟ أرى رؤساء الحرس بزيهم المميز وبعد النساء لعلهن العرائف إنهم يقصدوننا فاتح ألا تخشع على ورقاء عندما تسمع بخبر زوجها أنه من بين الضحايا أن تقع على الأرض مغشين عليها؟ علمت البارحة بالخبر كيف؟ ومن خبرها بذلك؟ أخبرت فقط خادمتها زيدة ورجوتها أن تكتم ذلك عن مولاتنا ورقاء لكن على ما قالت لبعد ذلك فضلت إنهاء المشكلة بالأمس لتكون اليوم على استعداد لتقبل الخبر الرسمي أه؟ لقد شرعوا في ذكر أسماء الشهداء فاضي مابلت ابن عاضي بالوهابية استعدوا للناس وأنت يا فتح ماذا فعلوا بك؟ ألم أقول لك إنني ألحقت بكوكبة الخدم داخل القصر وقد نلتقي هناك غدا بعد أن أحضر متاعي وأوراقي الخاصة فرصة سعيدة إذن سوف نلتقي من جديد بعد فراق طال زمنه من هنا تفضلي ابنة ورقاء أوسطني مولات أم الحر أن أعتني بك عناية خاصة أشكرك أم الحر كنت أسمع كثيرا عن هذا الاسم لكن من سوء الحظ لم أتعرف عليها من قبل كيف؟ أنت لا تعرفين أم الحر هي إحدى زوجات السلطان المخلوع آه نعم نعم ذكرها لي ذات يوم المرحوم زوجي كلفتني أن ألبسك تياب العدة قبل أن تستقبلك هذه أوامر لا بأس وقد اختارت لك أم الحر أجملها مصنوعة من الحرير الخالص تليق بمقامك عندها انظري انظري شكلها آه شكر الله لها حسن الصنيع وجميل المشاعر دعيني أساعدك في ارتدائها لم تستع المسكينة أن تفارقنا فعندما خيرها مولانا في أن ترحل مع زوجها إلى منفاه أو أن تبقى في جناحها بالقصر فضلت البقاء لا شك أنها حزينة لمواقع يقولون إنها لم تكن على وئام مع زوجها السلطان المخلوع أما ابنه فهو يحترمها ويقدرها ويعاملها أحسن معاملة بل يعتبرها بمنزلة والدته هي إذن ليست أمه لا زوجة أبيه والحق يقال امرأة في منتهى الطيبوبة والكرم واللطف سوف تلمسين ذلك بنفسك آه هكذا جميل كم أنت رائعة بهذا اللباس الأبيض سأحتفظ بملابسك حتى تعودين اتبعيني سبحانك يا مبدل الأحوال تعز من تشاء وتذل من تشاء اجلسي بقربي يا عزيزتي ورقاء انصري في يا سعدة أمر مولاتي سمعت عنك الكثير كيف تربيت في أحضان سيدة رفيعة السمعة والأخلاق الطهرة زوجة ابن الحفيد وكيف تلقيت العلم وصنوف الآداب والفضائل كان الجورائي رحمه الله لا يتحدث لزوجي إلا عن مزاياكي وسمو خصالك الحميدة أطال الله عمرك يا مولاتي فأنا خادمتك الطامعة في رضاكي ورضا مولانا السلطان بل أنت من الآن فصاعدا بمثابة ابنتي وجليستي في وحدتي وتأكدي أن قلب فتح لكي عند رؤيتك وأن ما سمعته عنكي جعلك تحلين في نفسي أسمى مرتبة وأعز مكان هذا من فضل ربي ورضاه عني وسوف تجدني مولاتي نعم المخلصة الوفية المقدسة للجميل لا أشك مطلقا في ذلك وبالمناسبة سوف تقام بالقصر ابتداء من اليوم إلى نهاية الأسبوع حفلات تتشرفين خلالها بالسلام على مولانا السلطان وأمه الجليلة وسائر وجهاء الدولة وأقطابها وهل تسمح لي مولاتي أم الحر حفظها الله أن أحضر أمتعة وحلية وضعتها أمانة عند زيدة؟ إحدى خديمات أعتابكم الشريفة بكل تأكيد وسترافقك السعدة إلى مقرها بالقصر لتساعدك في ذلك بارك الله في عمر سيدتي في رعاية الله يا بنيتي وهودي سريعا نعم مولاتي من؟ الغالية الحبيبة وارقاء بالأحضان كيف حالك؟ وأنت يا عزيزتي والله إنني أتتبع أخبارك وأفرح من أعماق على المعاملة الطيبة التي تلقينها من أم الحر وكل من في القصر استطعت في ضرف وجيز أن تحتل مكانة رفيعة هي الظروف كثيرا ما تحول بيني وبين الحضور إليك فسيدتي أم الحر تحرس على أن أكون ذوما بجانبها وهي كما تعلمين تفضل الإقامة طيلة الصيف والربيع في المزرعة أعرف كل شيء اجلسي اجلسي والسريحي فلدي الكثير مما لا بد من الحديث فيه آه مرت أربعة أشهر وانتهت عدتك يا لكم تنضي بنا الأيام صراعا نعم جئت لأودعك وأرجو الله أن يجمعنا ثانية كيف هل ستغادرين العاصمة وتعودين إلى سلا لا مولاة أم الحر عقدت العزم على السفر إلى بيت الله الحرام لأذاء فريدة الحج ورغبت في مرافقتها ضمن وفد رسمي وقد وجدتها فرصة مواتية لأذاء فريدة الحج والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يغمرنا جميعا بفيد رحمته ومغفرته والصلاة في مسجد المصطفى لعل الله يطهرني من كل الأوزار جسما ونفسا وروحا إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وعود محمود إلينا إن شاء الله تعالى والعقبة لك يا أختي عصى الله أن يقبل منك لكم أتمنى أن يوافيني الأجل هناك بعد عمر طويل إن شاء الله إن شاء الله كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل جارات أبي موسى شارك فيها حبيب المذكوري رشيد الحراق بن عبدالله الجندي نجاة الخطيب المحجوب الراجي عبد الكبير الرجاجنا سعاد الرتبي فاطمة الزهراء أحرار وإكرام البصري ضبط الصوت وسجل الحلقة الحسين الخرمودي وفاطمة لتيمي مكساج ومونتاج حميد زيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر